السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد في الفيديو ده هنتكلم عن طريقة نسخ اللعبة في بداية تنزيل اللعبة من البليستيشن السور على الكمبيوتر وطريقة استرجاعها لأي بليستيشن تاني دون مسح اي شيء في جهاز البليستيشن طبعا قدامك في الفيديو مجموعة من التعليمات والفيديو هيتجسم لجسمين والملحوظات اللي حضرتك هتتباحها في العملية دي يلا بينا نبدأ في الفيديو بنشغل الكمبيوتر وبندخل على لوحة التحكم من قائمة ابدأ وبنجيب جدار حماية ويندوز بندخل على تغيير اعدادات الاعلام وبنلغي جدار الحماية للكمبيوتر او اللابتوب اللي احنا نشتغل عليه طبعا هتلاقي العلامة الصحية موجودة على الاخضر فوق والاخضر تحت هتخليها على الاحمر اللي تحت والاحمر التاني اللي فوق وبكده جماعة يكون الكمبيوتر جاهز معايا للشغل طبعا انا هحتاج في الشغل ده اه وطمانتاشر وتسعتاشر وعشرين والبرنامج ده اللي هستطولكم في الوصف بتفتح ايكونت البرنامج بيفتح لك بالشكل ده بتضغط على المربع الكبير اه وبتدخل على القائمة دي القائمة دي هتختار الاختيار الخامس هتعد الحد خمسة وتختار اللغة وتدوس على تأكيد اختيار اللغة البرنامج سيطفي معاك ويبترجع تفتحه من التاني الاي بي اللي عليها علامة دايرة الكبيرة ده تحفظه وتضغط على المربع هيفتح لك الفائمة دي مجرد فتح الطائمة دي ابقى انت كده عملت كل الشغل اللي موجود على الكمبيوتر وطبعا الكمبيوتر واصل بالنت تتأكد ان الكمبيوتر واصل بالانترنت زي ما قلنا في اول الفيديو وهندخل على البيليستيشن ونشوف اعدادات البيليستيشن اللي احنا هنعملها هنخش على الاعدادات وبعدين نخش على الشبكة واعدادات الاتصال بالانترنت واستخدام واي فاي ونقول له مخصص طبعا هنقول الاعدادات داويل ان الشبكة انا عندي مخفية نكتب الاسم وكلمة المرور عنوان الايبية تلقائي لا تحدد ادي انس تلقائي خادم الوكيل بقى هنقول له استخدم لان احنا هنكتب خادم الوكيل اللي هو العنوان اللي فوق ده هنكتبه زي ما مكتوب في البرنامج طبعا انا مكتوب عندي زي ما مكتوب في البرنامج واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية واحد حداشر انت هتلاقي مختلف كل واحد هتلاقيه مختلف يعني كل واحد هيبقى طالع بشكل تاني خلص يعني ما تتقيدش باللي مكتوب قدامك على الشاشة هتلاقيه مكتوب في البرنامج تنسخه زي ما هو او تكتبه زي ما هو وبعدين بنعمل اتصال بيتحقق اني البرنامج شغال معي وحيعمل اتصال بين البرنامج وبين البلاستيشن فور ويب كده يا شبابي بجنا وصلت جهاز البلاستيشن فور بالكمبيوتر عن طريق الروتر الموجود عندي في البيت اللي هو متصل بالانترنت طيب الطريقة دي هتفيدني في ايه طريقة دي هتفيدني ان انا هقدر انزل الالعاب الجديدة بتاعتي بدن ما نزلها على البلاستيشن الاول وابجا نزل في كل بلاستيشن مرة لا انا نزلها اول مرة على اللابتوب بتاعي وبعد كده انزلها لكل البلاستيشنات اللي عندي واحد ورد ثاني من غير نت يعني من غير ما ااخد من الباقة بتاعت الانترنت بتاعتي هنكمل باقي الاعدادات في البلاستيشن فور وهنخش على المتجر هنختار اللعبة من المتجر لان انا ما عنديش حاليا لعبة محتاج ان انا انزلها بس انا اشرح لكم على لعبة ديمو وليكن فيفا عشرين وهنشوف طريق التنزيل للعبة على الكمبيوتر من المتجر هندخل على اللعبة وهنقول تجربة العرض التجريب المجاني وطبعا لو موجودة شراء او هتلاقي مكان الكلام ده تنزيل لو اللعبة اصلية وانت مشتريها هتقول تنزيل وميرد الضغط على اللعبة شوف انت انا دي شاشة اللابتوب بتاعي تحت ودي شاشة اللفوق انا بميرد ما ضغط على تنزيل العرض التجريبي للعبة هتلاقي الجهاز معي اللابتوب بحس بالتنزيل بص شايف العلامات ازاي بص هو كده حس بالتنزيل اللعبة وهاخد اي عنوان من العنوان دي كلها واحد على فكرة جماعة لو جيد بالماوس عند اي عنوان حيطلع لي نفس الكلمة انا اللي يهمني كلمة باكج بس يعني كلمة باكج لما حط كده على عنوان يكتب لي باكج معناها ان انا كده تمام طبعا الثلاث خنات اللي فوق بعض وبعد كده سيليكت والثالث فاحنا بنختار كلمة كوبي وبننسخ العنوان الاول وبنحطه في حفظة او في مستهنة نصي طبعا ده يا شباب بيكون عنوان لأول ملف تمام ملف اللعبة بيكون 4 جية والملف الثاني بيكون 4 جيجا والملف الثالث بيكون 4 جيجا وهكذا طبعا اخر ملف اللي هو اللي ة اللي انت بتعرف منه الدها نهاية الملفات بيبقى مثلا 3 جية 2 جية 500 200 200 بيبقى باجي ال4 جية الاخرانية يعني لو انت عندك ملف 21 جيجا بتلاقي 5 ملفات 4 جيجا وملف 1 جيجا تمام زي ما انت شايف انا هجرب العنوان بتاعي او الرابط بتاعي بص كده هيديني كم هيديني اربعة جيجة تمام طيب اجيب باجي العنوان ازاي يعني انا اجيبت اول ملف اجيب الملفات الباجة ازاي تعال اقول لك اجيب الملفات ازاي هندخل على المستند ده وهننسخ العنوان ده زي ما انت شايف انا هعمله نسخ واعمله كوب تاني على نفس في نفس الحفزة بس هغير في حاجة نسخ ودي لصق تمام حاجي عندي كلمة بكيج هلاجي رقم سفر هجربها لكم كده رقم سفر رقم سفر ده يعني الملف رقم واحد الملف الاول رقم سفر ده الملف رقم الاول لو حبيت اجيب الملف التاني هتغط واحد هجيب الملف التالت هتغط اتنين كده يعني هجيب الملف الرابع هتغط تلاتة وهكذا تمام انا مسلا حبيت اجيب الملف التاني شلت كلمة رقم سفر وحطيت واحد تعالوا بقى نجرب على بص كده اضافت رابط وضفت الرابط بعد ما زودت رقم واحد وحزفت الرقم سفر بص هيجيب لي الملف التاني كاتنين جيجة واثنين من عشرة تمام يبقى انا كده اللعبة بتاعت دي ستة جيجة واثنين من عشرة يبقى كده ملفين بس طبعا لو حبيت تحمل ملف كبير اللي هتمشي على نفس النظام ده هتنسخهم بالطريقة دي وتغير الرقم بقى صفر واحد اتنين ثلاثة وكلمة بقى دي هتلاقيها وراهم على طول ان شاء الله دي تكون مفهومة لان طبعا الفكرة صعبة شوية طيب انا هشرح لكم تاني بص كده الملف ده مسلا اللي هو رقم واحد وبيكي جي تمام الواحد ده بص كده الواحد ده مش هنسخه كده لو نسخته كده هنسخ المساح لازم انسخ الرقم بس وخليه اتنين مثلا او اشير رقم اتنين وخليه ثلاثة او اشير رقم ثلاثة وخليه اربعة القصة دي خدت اكتر من حجها صح برضو لو في حد لو الموضوع ده في حد مش فاهمه ياريت يكتب لي في التعليقات وانا يعني اشرحوله بالتفصيل يعني تمام اه نحزف ده لان احنا ما عندناش غير الملفين دولة بس وده كان تجريبه طيب هنيجي باجا على طبعا انا اهو حملت الملف الاول اللي هو اربع جيه وحملت الملف التاني اللي هو اتنين جيه وبيقول لي بيعيد انشاء البيانات بتاعة الملف التاني وانا يعني الملفين دولة حفزتهم في فايل على سطح المكتب سميته فيفا عشرين ديمو تمام كده خلصت تحميل الملفين وبكده يبقى انا عندي نسخة من اللعبة موجودة على جهاز الكمبيوتر عندي اقدر احملها لأي جهاز في اي وقت انا عايزه قد اللعبة بص كده ده الملف الاول وده الملف التاني بيكي جيه تمام زيرو واحد يعني اتلافق الملف الاول مكتوب علي زيرو والملف التاني واحد بيكي جيه تمام واده المساحة بتاعتهم واحد اربعة وواحد اتنين كده دي الطريقة بتاعة تحميل اللعبة انا كده بالنسبة لتحميل طريقة تحميل اللعبة كده خلص طيب تعالوا شوف ازاي هننسخ اللعبة لأي لأي بلاستيشن تمام يعني دلوقتي احنا نزلنا اللعبة من من المدير على الكمبيوتر كده وحفظناها عندنا بصيغة بكي طيب تعالوا ننزلها انا هحط اللعبة في الملف بتاعي في اليو اسي بي بتاعي طيب انا هفتح ملف اليو اسي بي وهشغل البرنامج من تاني طبعا انا طفيت البرنامج هشغله من تاني طيب انا شغلت البرنامج يا شباب وطبعا عايز اخلي البرنامج يوشبك معي على البلستيشن اعمل ايه اه فاكرين طبعا ملف الملف بتاع البلستيشن اللي هو اللعبة اللي احنا كنا عاملين لها ايقاف هضغط على اللعبة شايفين بص انا هجيب لكم الشاشة اهي هضغط على استئناف وبعد كده هضغط على ايقاف تاني تمام بعد ما ضغط على استئناف وحعمل ايقاف بص هعمل ايقاف ماشي اه بمجرد ما عملت استئناف الجهاز عمل كونكت مع مع الكمبيوتر تمام طيب انا عايز اعمل استئناف بجا للعبة دي من على الكمبيوتر مش من على شبكة الانترنت هجيب البرنامج يا جماعة وهخش على الاعدادات او الستنج بتاعت البرنامج تمام وهضغط الاختيار ده اللي هو التحميل اوتوماتيك من ملف وهضغط على كلمة فولدر هتدخلني على الملفات بتاعتي هاختار الفولدر بتاعي اللي موجود في الملف اللي اسمه يو اس بي ولو حابب ان انت هتدخل الملفات بطريقة يدوية بتضغط من القائمة الرئيسية على سيليكت وبتختار اول ملف اللي هو اللي اخره مكتوب زيرو بيكي جي وهو بعد كده بيختار الملفات المتتالية اوتوماتيك اهم حاجة ان انت تكون حاضرة الملفات البيكي جي كلها في فولدر واحد ده بالنسبة لاختيار البيكي جي طبعا بعد ما اخترت الملف بتضغط ابلاي وبعد كده بتطلع للاختيار الاول او للشاشة الرئيسية وبعد ما تنتهي عملية النجلة دي لملف البيكي طبعا انا بانجل الفولدر ده للملف عشان يبقى محفوظ عندي في الملف بتاعي او في الفلاشة بتاعتي لو انا بتحاطة الفلاشة تعالوا نعرض شاشة البليستيشن فور على الشاشة عشان نشوف اه طريق تنزيل الالعاب من الكمبيوتر للبيستيشن فور ادي الشاشة اهي معنا وهنعمل استقناف للعبة بمجرد ما عملت استقناف للعبة بص الفولدر الاول اللي فوق اللي عليه العلامة الحمراء هيتغير من تحت كده وهيبقى زيرو بيكي جي وهيجيب لك الملف بتاعك انا بااخدر الوقتي يعني بايقول لك انا باخدر من الكمبيوتر وبعد هلبطها للبليستيشن فور هتلاقي طبعا يشتغل معاكم متتالي الملفات دي هتلاقي اكثر من ملف نازل زيرو زيرو بعد كده هتغير هايبقى واحد 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 ومجرد ما يبينته التحميل بتاع اللعبة او يتخلص اللعبة من التحميل بتاعها بتشتغل انت بتطفي الجهاز او التحت الشرطة و بتطفي البرنامج لان البرنامجludرile Foley وانت فتحت اللعبة وتأكد ان اللعبة فتحت و لا يوجد اي مشكلة انت بتكفل البرنامج الكمبيوتر و لا يوجد الحال كده يبقى انت اللعبة عندك خلصة وتمى ماشي في حاجة تانية برضو عايز اقول لك عليها انا موصل البلايستيشن بتاعي بالكمبيوتر عن طريق الروتر اتصال واي فاي الطريقة دي بتبقى ابطأ شوية في التحميل لو حضرتك عايز طريقة اسرع فهتوصل بسلك يعني هتحط كابل انترنت في البلايستيشن وكابل انترنت في الكمبيوتر هتلاقيها السرعة اختلفت معاك تماما وهتلاقي ملفات التحميل يعني لو مثلا ملف او خمسة تلاتين جيجا ممكن يتنجل معاك في نص ساعة او في ساعة اللارو تمام دي كده الملفة خلصت نجل خلاص واللعبة نزلت معنا واتثبت خلاص اهو كده الملف مش هيديلك الواميدة اللي كان بيديه في التشغيل ولو حبيت تشغيل اللعبة هتلاقيها اشتغلت معاك تماما طبعا يا شباب لو حبيتوا تحملوا الالعاب مباشرة من الانترنت من غير ما تعمل الطريقة الاولى اللي احنا قلنا عليها ده موقع بيجدبلك الالعاب الحديثة كلها بالطريقة اللي احنا قلنا عليها وبتحملها بنفس الطريقة بس من غير ما تروح على البلايستيشن وتعمل استئناف وتحول الملفات بجا وتغير الكلام ده كله ده بيديها لك بصيغة جاهزة ويتحملها عندك وبعد كده تروح للبلايستيشن وتحملها على البلايستيشن وطبعا الموقع ده لو انت مش مشتري اللعبة برضو ممكن تقدر تنزلها من على البلايستيشن وتحليها من على الموقع وتخليها على الفلاشة عندك لو حبيت تنزلها لأي جهاز تاني طبعا حاوليكم ازاي بتنزل من الموقع ده بنخش على اي لعبة مثلا وليكن بابي طيب قالي اللعبة انا هخش عليها زي ما انت شايف اللعبة بتديلك جميع الاصدارات بتاعتها يعني مثلا الاصدار الاول ده ده للايكس بوكس تمام ودي البرتات بتاعته اللي انت بتحملها كلها وتخليها على الجهاز عندك اللي بعدها ده للبلايستيشن فور المتجر الامريكي وده طبعا اليوكي وزي ما انت شايف لو نزلت تحت برضو هتلاقي الابديتات بتاعت اللعبة كلها وطبعا حاسب لك رابط الموقع في الوصف طبعا شباب ما تنسوش اللايك للفيديو ولو حضرتك لس جديد واول مرة معي على القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد